موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة كوشك الصحافة مجددا نصلت وإياكم الضوء على ما ركزت عليه الصحافة اليمنية والعربية من تطورات للأوضاع في اليمن نبدأ الجولة من نيوز يمن نستعرض أهم التطورات الميلانية والسياسية الحكومة تشكل لجنة للتحقيق في القصف الذي تعرض له سوق مستبى بمحافظة حجة وعنونا الموقع موسكو تنفي نيجتها منحى علي صالح لجوءا أو استقباله للعلاج في دمار الحوثيون يستولون على كمية كبيرة من المعونات الإنسانية في دمار إلى تفاصيل تصريحات اسماعيل الدشيخ أحمد بشأن المفاوضات ويقول الموقع أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل الدشيخ أحمد أن جولة المشاورات المرتقبة بين ممثلين عن جماعة الحوثي وصالح من جهة وبين ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يخطط لها أن تتم في نهاية مارس الجاري وأعلن ولد الشيخ في تصريح إن اتصالاته ومشاوراته مع الأطراف اليمنية مستمرة وذلك لبحث انعقاد جولة الثالثة من المشاورات وقال نواصل مشاوراتنا مع الأطراف اليمنية من أجل عقد جولة جديدة من المباحثات نهاية شهر مارس الجاري أضاف الموقع تأتي مشاورات ولد الشيخ تزامنا مع اتصالات بين سلطات السعودية وجماعة الحوثي لتطبيق آلية بين الجانبين بشأن التهدئة على الحدود تمهيدا لوقف الحرب نتحول إلى موقع الموقع ننقل لكم ما نقل عن المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري تقارير المنظمات الدولية تعتمد على روايات الإنقلابيين كما نقل الموقع عن الرئيس هادي كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني إلى محافظة إب إلقاء قنبلة على منزل ضابط مخابرات وسط مدينة إب نذهب إلى تفاصيل خبر إلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة كنيسة كاثوليكية في عدن يقول الموقع أفادت مصادر أمنية في محافظة عدن للموقع أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة مقتنيات وأثاث لكنيسة كاثوليكية ذكرت المصادر أيضا أن عصابة مكونة من سبعة شباب قاموا بنهب مقتنيات وأثاث كنيسة الكاثوليك بحي حافون في مدرية المعلة وذلك قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تعقبهم وإلقاء القبض عليهم نضف الموقع الجدير بالذكر أن ممن الكنيسة تعرض لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مسلحون بداخله أوائل ديسمبر المنصرم وقد ألقت الأجهزة الأمنية على عدد منهم القبض فيما لم تصرح عن أي تطورات بالقضية انزعوا شروركم الصارخة تحت هذا العنوان كتب جمال أنعم مقالا في مصدر أونلاين وقال جمال انتزعوا محمد قحطان من عطمة الاحتجاز وظلمة المصير المجهول هذا الرجل الكبير والسياسي البارز وظل طويلا يدافع عنكم ويعمل من أجل دفعكم إلى العمل السياسي لمنحكم فرصة للانتقال إلى الحياة المدنية ومغادرة تشوهات الحرب وأدواتها القاتلة كان قحطان في الصف الوطني المشترك المعارض ضد الحرب الرعناء بجولاتها اللعينة واشترك ضمن لجان الوساطة وكان ضد الحرب وضد مشعلي الحروب والصراعات مع كل الضحايا ضد الجلاد الكبير كان وما يزال ضد صالح وضد نظام حكمه ومن أكثر خصومه ومعارضيه قوة ووحدة وما كان من أحد يغيد صالح مثل قحطان بمواقفه وبتعليقاته وتصريحاته المتهكمة لم تكون يوما هدفا لقحطان ولم نسمع يوما أنه أعلن الحرب عليكم أو قام بتحشيد ضدكم لكنكم جعلتموه أول كرابينكم المقدمة لصالح على مذبح الثأر والانتقام كان استهداف قحطان وصولا إلى اختطافه وإخفاء مصيره أولى المهمات القذرة التي أديتموها بخصة نادرة تليق بمتوحشين قحطان رمز لوطن حر آمن بالتعددية والحوار والتعايش والمواطنة المتساوية وآمن بالدموقراطية وسيلة للتغيير وأنتم رموز للعنف والجريمة والتخلف والاستبداد وكل البشاعات انتزعوا عبدالخالق عمران ورفاقه الصحفيين من أقبية المعتقلات الحقيرة بصنعاء انتزعوا عار سجنهم وتعذيبهم من ذاكرتنا المثخنة انتزعوا عار حربكم ضد بلادكم وضد أهليكم انزعوا كل هذه الشرور والآثام الصارخة في مدائننا النازفة نذهب إلى موقع مصدر أونلاين نقرأ أبرز العنوين والأخبار غارات لمقاتلات التحالف تستهدف النهدين جنوب العاصمة صنعاء عنوان آخر الحوثيون بصعدة يستبدلون شعارات الملك سلمان من على المعونات الغذائية بشعاراتهم إلى تعز غارة للتحالف في تعز وسقوط قتلى وجرح في معارك بين الميليشيا والمقاومة الشعبية ركز الموقع أيضا على آخر التطورات السياسية وتصريح نائب مدير مكتب الرئيس هادي قال الموقع قال نائب مدير مكتب الرئاسة ورئيس الفريق الاستشاري الحكومي في المشاورات الدكتور عبدالله العليمي إن الحكومة جاهزة وجادة للحل السياسي السلمي المستند إلى تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 ولفت العليمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن الحكومة تعاطى بمسؤولية كاملة مع مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي وترى فيها جهودا مخلصة ومقدرة مشيرا إلى أن التأخير ناتج عن عدم جاهزية الطرف الآخر فقط قال الدكتور العليمي أيضا نرحب بأن تكون المشاورات القادمة في المنطقة سواء في الكويت التي احتضنت خلافات اليمنيين في مراحل مختلفة من تاريخ اليمن باعتبار أن اليمن جزء لا يتجزأ من محيصه الخليجي الذي لم يتورى أبدا عن دعم اليمن حكومة وشعبا ومن المنطقي جدا أن يكون الخليج محتضنا لتلك المشاورات نقرأ في موقع الصحوانات عنوين وأخبار متفرقة منها الرئيس يجدد التزامه بالسلام وفق المرجعيات الوطنية والعربية والدولية ونقل الموقع عن محافظ ريمة محمد الحوري ترتيبات حثيثة لتحرير إقليم تهامة من الميليشيا الانقلابية في البيضاء مقتل وإصابة عشرة من عناصر الميليشيا الانقلابية في منطقة العوسج في مدرية ديناعم ركز الموقع أيضا على تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في تاعز وتقول في التفاصيل استشهد أربعة مدنيين بينهم امرأة اليوم الجمعة في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مناطق سكنية في محافظة تاعز وقال مصدر طبي إن القصف الذي تعرضت له أحياء سكنية وسط المدينة وقرية الشقب في جبل صبر أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم امرأة وعن إصابة تسعة عشر آخرين بينهم أطفال ونساء على الصعيد الميداني قالت مصادر في المقاومة إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من صد هجمات للميليشيا الانقلابية على أحياء ثعبات والديم وكلابة شرق المدينة والزنوج والأربعين شمالية المدينة ما أسفر عن مقتل سبعة عشر من الميليشيا وإصابة العشرات إلى موقع يمن مونيتر أستعرض وإياكم من صفحته الرئيسية أبرز الأخبار منها وزير حقوق الإنسان يقول قوات الشرعية لا تسعى للانتقام إلى عنوان آخر منظمة الصحة العالمية ترسل أحد عشر طن من الأدوية لمدينة تاعز في الجانب السياسي ولد الشيخ يبحث مع الرئيس هذه إمكانية عقد مشاورات جديدة نهاية الشهر الحالي نتحول إلى عنوين عن تفاصيل خبر اختطاف الميليشيا ناشطا في منظمة الإغاثة في تاعز يقول الموقع قالت منظمة إغاثة يمنية إن مسلحين حثيين اختطفوا ناشطا يعمل معها بمحافظة تاعز وسط اليمن وأضافت منظمة تمدين للإغاثة الإنسانية في بيان لها تقول وتعطي نسخة أيضا ليمن ونيتر منه أن الناشطة والمسؤول المالي للمنظمة صلاح القعيشي تعرض للاختطاف من قبل نقطة تتبع الحوثيين بمنطقة الربيع غربية تاعز بينما كان بطريقه لزيارة أسرته في منطقة التربة قادما من مقر المنظمة من محافظة إب وقالت المنظمة إن القعيشي أجرى اتصالا هاتفيا معها وأخبرهم أن قوات موالية لصالح ومسلحين حوثيين اختطفوه بمعية السائق الذي كان يقوم بإيصاله جمهورية الكرامة بهذا العنوان كتبت الكاتبة فكرية شحرى مقالا في موقع ياما المونيتر وقالت فكرية مرت خمسة أعوام لأقوى التحام شعبي ضد مظاهر الإمامة الطاغية من تخلف وجهل وفساد فبرغم سطوع الجمهورية في السادس والعشرين من سبتمبر إلا أن عهد المخلوع كان استكمالا واستمرارا لأمراض الإمامة بصورة أو بأخرى وكلما لاحت ذكر جمعة الكرامة أوجعتنا كرامتنا مما آل إليه حالنا حين تركنا ثعالب الغدر تسرح بين الخيام بأقنعة زائفة ظاهرها المدنية وباطنها الخيانة والإمامة لقد كانت تغتال الحلم تدريجيا من قلب الصف حتى انتهى بها الحال أن تضع كفها الغادرة في كف المخلوع لوأد الجمهورية في محاولة تلو أخرى لكن شجرة الجمهورية التي غرست في السادس والعشرين من سبتمبر وسقها السبتمبريون الأحرار بدمائهم الطاهرة ما زال أبنائهم يسقونها جيلا بعد جيل في وفاء لن يقل أو يزول ولكأنها ارتوت في جمعة الكرامة في الثامن عشر مارس 2011 ذلك اليوم الفارق في عقلية جيل كامل من الشباب الذين طمحوا لتحقيق العدالة بالسلام فجابهاهم الطغيان بالرصاص واغتال كوكبة من خيرة شباب الوطن الحالم لقد كان يوم الغدر بكل قبح الصادم المشاعر المنيين الذين دفعوا أرواحهم وأبنائهم للخيام في أعلى صور المدنية للإحتجاج السلمي يوم لن تنساه ذاكرتنا رغم توالي المجازر والمدابح في حياة هذا الشعب إنه ذلك اليوم الذي راقب فيه الملايين أرواح أبنائهم ترتقي لبارئها على شاشات التلفزيون والآن وقد استأسدت الثعالب وبرزت أنياب الإمامة في وجوه ناجلية واضحة في زحف الهاشمية السياسية واستيلائها على حلم الدولة المدنية المتحضرة علينا أن نعاهد تلك الأرواح الطاهرة لجمعة الكرامة بأن اليمن جمهورية حرة للأبد نقتم جولة الصحافة اليمنية من موقع التغيير نت جاء فيه محافظ عدن يقول عاصفة الحزم قطعت أجاد التتار الجدد وأعادت إلى اليمن عروبته إلى عنوان آخر المقاومة الشعبية تقتل حوثيين بالضالع في اشتباكات في قريتي ظفار ويباء عنوان الموقع أيضاً اليمن تشارك في معرض صفاقص لكتاب الطفل في تونس ركز الموقع على خبر مشاركة ضباط عراقيين في القتال إلى جانب الميليشيا في اليمن يقول الموقع أكدت مصادر يمنية متلعة وجود ضباط عراقيين في عدد من المناطق اليمنية وتحديداً في إقليم تهامة وإنهم يقومون بوضع الخطط الحربية للمقاتلين الحوثيين وحلفائهم الموالين لصالح قال مصدر مسؤول للشرق الأوسط إن هؤلاء الضباط العراقيين كانوا ينتقلون بين المحافظات اليمنية بسهولة قبل انطلاق عصيفة الحزم لكن تقدم الجيش الوطني على جميع الجبهات في الشمال والوسط وتحرير العديد من المدريات اليمنية انعكس سلباً على تحركاتهم وحصرها في بعض المواقع والعصيمة يسنعا أضاف المصدر أن هؤلاء الضباط العراقيين يؤدون الآن أدوار الخبراء الإيرانيين الخمسة عشر الذين تمكنت الحكومة اليمنية من اعتقالهم وشدد المسؤول اليمني على أن الحكومة سوف تتعامل مع المتورطين الأجانب في العمليات العسكرية بكل حزم وستلاحقهم قانونياً تعزيزات وأسلحة نوعية إلى نهم لحسم معركة صنعاء تنقل الصحيفة عن الناطق باسم المقامة الشعبية في محافظة صنعاء عبدالله الشندقي إن هناك متغيرات جديدة على ساحة المعركة التي يخوضها الجيش والمقاومة ضد الميليشيات الإنقلابية في مدرية نهم التي من شأنها أن تسرع الحسم العسكري وتحرير العاصمة من قبضة الإنقلابيين أوضح الشندقي جبهة نهم تشهد ترتبات عسكرية كبيرة يشرف عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الرقن علي محسن الأحمر سيتم من خلالها تغيير مسار المعركة قال الشندقي إن هذه الترتبات العسكرية من شأنها تحرير العاصمة صنعاء بشكل كامل وجذري وتأتي بالتزامن مع وصول تعزيزات نوعية وأسلحة جديدة تدخل المعارك للمرة الأولى تنقل الصحيفة فيما يخص محافظة تاعز عن مصادر محلية قولها الميليشيات الإنقلابية قامت بإخراج سكان منطقة الربيعي ومفرق شرعب من منازلهم وأجبرتهم على مغادرتها خيبة أمل متبادلة بين أوباما والعالم العربي تحت هذا العنوان كتب محمود الريماوي مقالا في العرب الجديد وقال محمود من الطريف أن الرئيس أوباما لا يلاحظ التوسع الإيراني والسياسات طهران التدخلية ونزعتها الأصولية الطائفية وكأن النمو في الوزن الإيراني في السنوات الثماني الماضية كان نموا طبيعيا وليس نتيجة سياسة التوسع ومع هذا التغاضي يدعو الرجل إلى سلام بارد بين طهران والرياض وكأن الخلافات بين الجانبين شخصية أو حدودية من دواعي الغرابة أن تحظى سياسة التوسع الإسرائيلية والإيرانية باحترام لدى ساكن البيت الأبيض بينما سهام النقل تتوجه نحو الرياض وغيرها من العواصم العربية التي لا تحتل أي بلد وما الحرب على الانقلابيين الحوثيين سوى محاولة سباقية ووقائية لعدم وصول الذراع الإيرانية إلى عمق البحر الأحمر وداخل الأراضي السعودية يحق لأوباما وغيره انتقاد وضع النساء في مجتمعات خليجية وهو وضع ليس جيدا على صعيد المساواة البشرية أما النزعة المحافظة عموما فهي قائمة في السعودية وفي غيرها من الدول يحق ذلك لأوباما من دون أن يحق له اتهام السعودية بتأجيج الصراعات لأن الاتهام يعكس وجهة نظر المحافظين الإيرانيين الصراعات تؤججها تل أبيب وطهران كما يؤججها الحكم القائم في دمشق بحربه المفتوحة ضد شعبه نعم تغيرت سياسة أمريكا الخارجية في عهد أوباما ولكن ليس إلى الأحسن بل إلى الأسوأ بخصوص الوضع في الشرق الأوسط الذي تحول إلى غابة تتقاسمها الوحوش وباستثناء الموقف من وحش داعش تمت إعجاب أمريكي بالوحشية الإسرائيلية والإيرانية مع إبداء ما يلزم من سلبية تجاه محنة ملايين السوريين المقتلعين من ديارهم أو المحاصرين داخلها إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي نقلت عن محافظ محافظة حضرموت قوله أولوياتنا مكافحة الإرهاب واستعادة المدينة قال محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بوريك إن من أولوياته مكافحة بؤر الإرهاب بمختلف أشكاله واستعادة حضرموت إلى حاضنة الدولة المدنية وتنميتها اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا ودينيا وثقافيا أضاف في المرحلة الحالية سنعمل على مشاركة أبنائها معاناتهم اليومية المتمثلة في تدني وتراجع الخدمات الأساسية الضرورية الصحية والتعليمية والكهرباء وانقطاعات التيار المتكررة التي باتت تؤرق حياة السكان أشار المحافظ إلى زيارة زيارته لمنفذ الوديعة الحالي جاءت ضمن الأولويات الموضوعة من قبل قيادة المحافظة الجديدة كما كشفت الصحيفة نقلا عن مصادر في المكلة عن وجود تعاون وثيق بين ما يسمى تنظيم القاعدة واللجنة الثورية العليا التابعة للميليشيات الحوثية الإنقلابية في العاصمة صنعاء أكدت المصادر أن هذه العلاقة تجلت وبادي للعيان من خلال إدارة عناصر القاعدة للموانئ ومن خلال استراد النفط لافتة إلى أن هتين العمليتين تتمان تحت سمع وبصر ورضى اللجنة الثورية التي تعطي موافقتها لشركة النفط في صنعاء لاستمرار دعمها لفرع الشركة في محافظة حضرموت شريطة أن تتقاسم الأرباح مع عناصر التنظيم الذي يسيطر على العاصمة إلى صحيفة الخليج تابعت موضوع الإغاثة إطلاق جسر دوائي من عدن إلى تاعز بتمويل من الكويت قالت الصحيفة تستعد اللجنة الصحية الميدانية الكويتية لإطلاق جسر دوائي كامل من محافظة عدن إلى محافظة تاعز بعد أن تم تحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح وفك حصارها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قال الشيخ أبو اسماعيل وهو مندوب اللجنة الميدانية في اللجنة العليا للإغاثة الكويتية نستعد حاليا لإطلاق جسر دوائي مقدم هدية من الكويت إلى الأشقاء في محافظة تاعز وذلك بعد كسر حصارها أشار إلى أن اللجنة قدمت قبل فك الحصار شحنات من أدوية الغسيل الكولوي والمحليل والمغذيات الوريدية والتجهيزات الطبية لدعم الأشقاء في تاعز من جهة أخرى أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الكويت ساهمت بجهد كبير في إغاثة ودعم الشعب اليمني وقال خلال زيارته مقر الجمعية الكويتية للإغاثة إن الكويت ساهمت بشكل فعال في تخفيف المعاناة عن الأشقاء اليمنيين فكانت شريان الحياة بالنسبة لهم أضاف منذ اندلاع أزمة اليمن تلمسنا الدعم الكويتي الذي ساهم في تقديم الخدمات الضرورية للنازحين والمشردين والمعوزين والأيتام حيث بلغ مستوى الفقر 85% لدى الشعب اليمني إلى صحيفة قدس العرب التي تابعت ما قالته إحدى أهم المنظمات المهتمة بالشأن الصحفي بخصوص ما تعيشه الصحفيات في إيران عنوان مراسلون بلا حدود إيران أكبر سجن للصحفيات في العالم تقول الصحيفة إلى منظمة مراسلون بلا حدود أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر سجن للصحفيات والناشطات في مجال الإعلام في العالم أجمع وأعربت المنظمة في بيان لها في موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية أعربت عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير لحالة حرية الصحافة لعدد كبير للصحفيين الذين يقبعون داخل السجون الذين يقبعون في السجون الإيرانية واعتبرت إيران أكبر سجن للصحفيات والناشطات في مجال الإعلام العالمي أكدت المنظمة أن في إيران أحد أكبر خمسة سجون للصحفيين في العالم وأنها في مرتبة متدنية جدا في حرية الصحافة والإعلام وتحتل مرتبة 173 من أصل 180 دولة في العالم كله وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود استمرار طهران في اعتقال مراسلة لصحيفة إيران الحكومية في الزنزانة الإنفرادية بسجن إيفين منذ الثاني من نوفمبر لعام 2015 وطالبت السلطة القضائية والجهات الأمنية الإيرانية بالإفصاح عن حالة الصحفية لماذا ذهب بوتين إلى سوريا؟ تحت هذا العنوان كتب جورج فريدمان مقاله في Real Clear World وقال الكاتب السبب الأول في تدخل بوتين في سوريا إثبات أنه قادر على القيام بذلك وكان لديه جمهوران الجمهور الروسي والغرب وخاصة الولايات المتحدة وكان الأداء الروسي في أوكرانيا عاديا في أفضل الحالات فقد استولى الروس على القرم من دون مواجهة أي معارضة وشجعوا انتفاضة في الشرق والتي فشلت في إشعال فتيل المنطقة وفشلت مخابرات روسيا في فهم ما كان يجري في كييف كما فشلت في تشكيله والأهم من ذلك أن تراجع أسعار النفط صنع أزمة اقتصادية ضخمة في روسيا وكانت تلك لحظة حاسمة بالنسبة لموسكو على الصعيد المحلي وعلى مستوى علاقاتها الخارجية أيضا وفي روسيا كما في بلدان أخرى عادة ما تصنع العمليات العسكرية الناجحة وقصيرة الأمد دعما ضخما وقد أوضح التدخل الروسي للولايات المتحدة أن روسيا تمتلك القدرة وأنها سوف تتدخل في مناطق كانت الولايات المتحدة تعتبرها منطقة عملياتها الخاصة كما أنها غيرت الشعور بأن روسيا هي قوة متداعية عير قادرة على السيطرة على أوكرانيا في وجه قوة عالمية كبيرة أما مسألة إذا كان هذا صحيحا فهي أقل أهمية وإنما كان بحاجة لأن يبدو صحيحا ولا يمكن إنكار أنه انطوى على شيء من الحقيقة أما النقطة الثانية فأكثر غرابة ومنسجمة بالكامل مع المسوغ الأول لقد تدخل الروس في سوريا لإنقاذ الولايات المتحدة من وضع صعب جدا فقد عارضت الولايات المتحدة نظام الأسد وأرادت تغييره بإتلاف من قوى المعارضة وكان يتضح بشكل متزايد أن هذا الأمر لن يحدث قد يسقط الأسد لكن الذي سيحل محله هو معارضة مقسمة تخوض حربا ضد بعضها البعض مثل ما تخوض حربا ضد الأسد وصلنا إلى ختام كوشكو الصحافة وهي الكاريكاتور نختم بها وألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر